أتوقع أغلبكم شاف فايز خنفش لما نزل هذا المقطع واللي كان يهدد بي بيسان إسماعيل وطبعا قال بهاي هذا المقطع كلمة فاجأة الجمهور كله لما قال حيهدد بيسان إنه يقول للمتابعين شنه شاف بالحمام طبعا الموضوع شوية يعني خجل المهم طبعا بعدها طلع أمجد بحسبب لأن استقرام وفتح بث وضل 55 دقيقة ينتظر فايز خنفش يطلع عمود يقول له شنه شاف بالحمام ولكن فايز خنفش طبعا ما يجه هواي بيكم أسح يقول ليش فايز خنفش مطلع وواجه أمجد شنه السبب لأن جواني فايز خنفش رح يساوون مقطع وينزلوا يوم السبت بحيث جواني ينزل بحسابها بالإنستقرام كم ستوري يتكلم بها عن الموضوع ورحطوا لكم يعلم وتفتهمون أكثر عارفة اللي بيحلفوا بحط قيدوا على القرآن الكريم شو بيصير فيه شو شفت عين بالحمام شو شاف الحمام هاد احكيلي خاص بك بجيبه لعندي الحلقة وهو بيحكي لنا شو شاف بكرة الحلقة الساعة عربة الحلقة الأخيرة خلاص نزل أول خلاص بس سام الملة نهاها بكرة الساعة عربة على خناة اليوتيوب فعلوا الجرس بحبكم انا هلا فايا بنا شوي ليكو نفس فينا الشكل برعب بحبكم حبابي انتبهت الشغلة يشوفوا شوفوا الغنية لما رجعت كان عليها سبعين ألف لايك كان عليها سبعمائة ألف مشاهدة لغم انه هي الغنية انحسفت أول سطاع الساعة من نزولة ليكو رجعت بيومين صار عليها تسعمائة ألف مشاهدة وحتصير مئة ألف لايك لك كفو والله نكون كفو والله نكون شيو تخيلوا يعني هي الغنية الدرس كان صار عليها والله كان كثير كثير حلو الغنية انا اول غنية بغنية من احساس من قلب من مشاعر الله يا جواني وبس والله حباي بيها اشتركوا بقناة جواني وانتظروا مقطع باشر الساعة بالأربعة وبس والله اللي هنا وصلنا لنهاية المقطع اتمنى المقطع اجابكم طبعا نزلت قبل شوية تقريبا مقطع أخبار فالمشاق يروح يشوفها وبس لسلس تحطوا اللايك وتشتركوا بالقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومع السلامة اشتركوا في القناة